حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو حتى التعامل مع الميليشيات كسلطة أمر واقع وأبد العليمي استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان كما نوه إلى أن المسار القائب للتدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة ليبتعد عن تمويل الجماعات الحوثية المسلحة ونوه بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الأشقاء في دولة الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتدارك الأزمات المتعاقبة على اليمن